مساء الخير أحبائي ومشاهدي ومتابعي نبض الملاعب في كل مكان وحشتونا من أسبوع لأسبوع نهاردة الحلقة بتاعتنا مليانة أخبار دسمة وأخبار مصيرة وفي حصريات معنا وفي مفجأة هنقولها بالمستند في قضية كنا أسرناها قبل كده هنبدأ حلقتنا بتصريحات نارية للمدير الفني لمنتخب مصر الوطني الكابتن حسام البدري في تعليقه ولما سألوه في أحد البرامج التلفزيونية عن مصطفى محمد وقال مصطفى محمد لا يرتق أنه يكون مهاجم منتخب مصر خلال الفترة القادمة كابتن حسام البدري الكلام ده مفروض يكون داخل الغرفة المغلقة مصطفى محمد لاعب شفناه رأس حربة بعيدا عن نادي الزمالك تقلق نجمه من خلال المنتخب الأولمبي وكان سببا رئيسي في فوز المنتخب الأولمبي بالبطولة الأفريقية التي أقيمت على الملاعب المصرية مصطفى محمد بيقدم أداء ولا أروع مع فريق نادي الزمالك والقلعة البيضاء النهاردة لما ديجي كلمة أو تصريح زي ده يجي بالسلب والعكس على اللاعب وخاصة أن اللاعب ده هو مستقبل الخط الأمامي أو خط الهجوم في الفترة القادمة للمنتخب المصري الوطني أتمنى أن يكون كابتن حسام البدري في تصريحاته يكون فيه زي ما بيقوله كنترول عليها ويكون لها بعد مستقبلي خاصة عندما يصر عن لاعب داخل صفوف المنتخب الوطني أو خارج صفوف المنتخب الوطني حلقتنا عشان بتجري بينا بسرعة نروح نتكلم عن مسماني المدير الفني الجديد لنادي الأهلي والاستبال الأسطوري من خلال جماهير النادي الأهلي في المطار وأيضا داخل كواليس نادي الأهلي وفتحت الأبواب لمسماني لموسم جديد ليكون الإفريقي الأول في تاريخ النادي الأهلي يتولى القيادة الفنية احنا بنجهز لكم في تأرير احنا بنجهزه لكم دلوقتي عن السيرة الزاتية لمسماني مسماني زي ما قلنا هو المدير الفني الإفريقي الأول للنادي الأهلي لم يحدث من قبل تولى إدارة فنية مدير فني إفريقي بيتسو مسماني هو العمر 56 سنة جنسية جنوب إفريقي مدير فني لسان داونز وحنا عارفين أن الهزيمة السقيلة التاريخية للنادي الأهلي كانت على يد هذا المدير الفني بخمسية سان داونز في الشباك المارد الأحمر حصل على خمس ألقاب دوري في جنوب إفريقيا اتنين لقب كأس جنوب إفريقيا ولقب كأس نيت باكل أو الثمانية الكبار ولقب في دوري الأفطال الإفريقي مع سان داونز ولقب أيضا كأس السوبر الإفريقي مسماني كان لعب كرة جامد أوي كل الصحف في الجنوب إفريقيا كان بتتكلم من مسماني قبل أن يكون مدربا كان لعبا وسط ميدان على أعلى مستوى الميزة في مسماني أنه كان مساعدا في كأس العالم 2010 مع مدرب تقيل أوي طبعا وكان مع بريرا وبعد بريرا اشتغل مساعد أيضا مع سانتانا ثم تولى القيادة الفنية لجنوب إفريقيا قبل أن يقال بسبب سوء نتائج لم تقاهل جنوب إفريقيا إلى كاس تصفيق كاس العالم لكرة القدم الإفريقية المؤهلة لكاس العالم وأيضا كانت بطولة أمم إفريقيا لم يصعد إليها فتمت إقالاته مسماني نزل التدريبات يوم الجمعة مبارح كان مساءا وأول ما نزل كانت الجماهير اللي كانت قعدة خلف أسوار ملعب التدريب وأعضاء النادي كانت تصفيق أحد جدا 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 بوجود مسماني هنروح في تقرير صوت عدتهن يارا تايم عن السيرة الزاتية المسماني ونرجع تايم هو لاعب كرة قدم جنوب إفريقي سابق ومدرب سابق لنادي ماميلودي سانداونز وغلد بيتسو ماسوماني في مدينة كاجسو في جنوب إفريقيا في السادس والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وأربعة وستين وصبق له أن تولى تدريب منتخبي جنوب إفريقيا لكرة القدم مرتين مرة كمساعد مدرب وأخرى كمدير فني وقد حقق العديد من البطولات والجوائز في تاريخ كرة القدم حيث أنه قد فاز بدور الأبطال مع نادي سانداونز عام الفين وستة عشر كما سهم في الحصول على عدة ألقاب في بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونيتد الجنوب إفريقي بين عامي الفين وواحد والفين وسبعة لذا يعد موسماني واحدا من أهم المدربين بجنوب إفريقيا وأكثرهم تقييما خطوة جريئة وزكية من إدارة ومجلس إدارة نادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وتم عمل اجتماع ومضى العقود ونزل التدريبات زي ما قلنا الميزة في النادي الأهلي واللي حصل تكريم السنائي سيزة المدرب العام وتوماس بينكي المخطط الأحمال وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميا وقام الجهاز الإداري بيحتار تورطة في وجود اللاعبين النادي الأهلي يعني زي ما بقوله بيكرم أي مدير فني أو جهاز فني كان بيتولى قوياتو وإحنا كنا جايبين معنا إنسرتات ولو معنا هنحاول لو فريل إعدادي نزلهن في وجود المدرب العام والاحتفالية الصغيرة اللي أقامها النادي الأهلي للمدربين ده اللي خلاص انتهت فترة عملهم داخل النادي الأهلي نروح بقى بسرعة لنادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك وفرجاني سياسية إنسرته معنا لحظة دخول ده لحظة دخول مسماني لملعب التتش زي ما احنا شايفين الراجل دخل ده شاف منشآت النادي الأهلي وشاف غرف اللبس بتاعة العيبة والساونة والجاكوزي ومركز الاستشفاء اللي داخل النادي الأهلي النادي الأهلي بيمتلك مركز الاستشفاء على أعلى مستوى مسماني أول ما دخل جوه داخل المنشآت قال لك النادي الأهلي زي وزي أي فريق أوروبي كبير وليه اسم كبير مسماني لما قعد مع الخطيب قال للأسطورة الإفريقية اللي احنا اللي انا بشرف اللي انا قاعد معاه سيد عبد الحفيز كان طبعا عارفين ان كابتن سيد عبد الحفيز ليه مواقف مع مسماني بسبب انه هم يعني اتقابلوا كذا مرة في البطولة في البطولة الدوري الأبطال الإفريقي عايزين بها نحاول لو في الفيديو بتاع التكريم عايزين نروح لأخبار نادي الزمالك واساسي مشكلة فرجاني ساسي المشكلة هنا المشكلة مش المشكلة بس مش ان حد اعتدى على حكم موجودة بس قليل يعني ما بنلاقهاش بره في ربما ما بنلاقهاش حتى في القرى الصمراء اللي احنا اهو المصريين اسياد القرى الصمراء لكن فرجاني ساسي المشكلة ان اللعيبة بتهديه هو مصمم اللعيبة بتهديه هو مصمم وللأسف ان اقصى عقوبة ممكن ياخدها فرجاني ساسي هي تمن مباريات وغرامة لا تزيد عن مئة الف جنيه اعتقد ان العقوبة اللي موجودة في في لايحة اتحاد الكورة ولايحة لجنة الانضباط لا يعني مش هيكون فيها اكتر من كده عقوبة انا تمنى ان يكون الموضوع ده رادع هقولكو حياتي فرجاني النهاردة فيه تلات مكشوات ما لهمش بالنسبة له لازمة الزمالك ده لما المركز التاني ضايعين من الدوري العام هو بص او هل في دماغه حاجة تانية هل هو في دماغه لما يقف او يتم ايقافه من جانب اتحاد الكورة هل يكون خارج حسابات نادي الزمالك ويبتدي يشوف نادي اخر كل الكلام ده كان باين جدا في تصميمه على الاساءة للحكم الدولي صاحب صاحب القدرات التحكمية الممتازة جدا كابتن امين عمر ولكن اللي عجبني المستشار مرتضى منصور وكان رده حازم جدا وقال سيتم اغلص توقيع اغلص عقوبة في تاريخ نادي الزمالك على ساسي ولما ساسي قال ان انا الحكم استفزني رد عليه برد حكيم جدا وقال له لو انت في محكمة واستفزك محام الخصم هل هتضربه وكان رد قاطع والكل اشيات بجدا امام عشور في نادي المصري زعلان جدا ولعب نادي المصري كان احد برضو اسباب ان يكون فيه مشكلة بعد نهاية المبر packed. امام عشور صاحب المشكلة الشهيرة في السوبر الاماراتي وقال للعاب المصري اهلا بكم في القسم التاني نادي المصري البورسعيدي ولعب نادي المصري البورسعيدي امام عشور فريق كبير وفريق محترم ومش مكانه القسم التاني نرجو ان اللعب تحافز على الخلق الرياضي ما بينهم وما بين بعض عايزين بقى نروح نشوف جدول ترتيب الدوري ويريد بقى الاعداد يسريعني في الموضوع جدول ترتيب أو نتائج الجولة 31 الدوري الممتاز طنطة والجونة كان فوز الجونة 2-0 والزمالك فاز على المصري 1-0 الانتاج الحربي حرص الحدود 3-1 للانتاج الحربي سموحة والاسماعيلي التعادل الإيجابي 1-1 ومنذ لحظات انتهت مباراة امبي ونادي مصر بالتعادل الإيجابي 1-1 أسوان ودجلة هتلعق المباراة دي هتتلعق النهاردة وبرمز مصر المقصة ساعة 8.5 بينما أسوان ودجلة 5.5 طلاقع الجيش والاتحاد السكندري غدا في الخامسة والنصف المقولون والأهلي وأولى مباريات موسماني غدا في الساعة السامنة جدول ترتيب الدوري الممتاز النادي الأهلي 79 نقطة وحسم الدوري مبكرا أعتقد أن الزمالك وبرمز خلاص الزمالك حسم المركز الثاني 64 نقطة الشعلة يعني زي ما بقوله الصراع يشتد هنا خلاص طنطة ونادي مصر حجزوا أول بطاقتين لدوري القسم الثاني زي ما احنا شايفين حرص الحدود بعافر مع ودي دجلة حرص الحدود 30 نقطة ودي دجلة 31 النادي المصري في خطر 33 نقطة أسوان 34 طلاعي الجيش 34 الجونة 34 لإسماعيلي درويش الكورنة المصرية 35 نقطة صراع مشتعل جدا 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 في القاة هنروح بقى نروح للصراع الأشد وهي مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني وبنحاول نجيب حد من القسم الثاني يكلمنا عن دوري القسم الثاني المشتعل وفي مباريات خلاص انتهت منذ قليل مباريات بحري كمة حقيقية مشتعلة وهنتكلم عنها ولكن انتهت مباريات جولة الصعيد المجموعة الأولى في مفاجآت كبيرة جدا 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 خاصة في الأسبوع ولما بني سويف كان بيلاعب تليفونات بني سويف تليفونات بني سويف فاز على بني سويف بهدف للشيء والبنك الأهلي يتعادل أمام زي ما احنا شايفين على الشاشة البنك الأهلي يتعادل أمام ألمينيا بالتعادل الإيجابي واحد الألمونيوم مفوز على شبان إنا أربعة وواحد اشتعلت المنافسة المفاجأة والعجيب والغريب إن لقاء القمة هيكون مباراة البنك الأهلي وبني سويف الأربعاء القادم على ملعب البنك الأهلي نادي بني سويف 41 نقطة البنك الأهلي 40 نقطة الألمونيوم 39 نقطة شبان إنا 32 لكن خلاص المنافسة حصلت ما بين بني سويف والبنك الأهلي والألمونيوم بني سويف والبنك الأهلي مباراة القمة هي الأربعاء المقبل ياريت فيه زمننا محمود الزهبي هيقول لنا نتائج اللي ياريت نكلمه يقول لنا نتائج مجموعة بحري وصلت فين مجموعة بحري قبل اللقاءات اليوم غزل المحل على قمة المجموعة 38 نقطة فرقه أيضا 38 نقطة ده منهور 33 أعتقد خلاص المنافسة حصلت ما بين غزل المحل وفرقه ومباراة الجولة دي هتحدد بشكل كبير أما يوم الاثنين بإذن الله في مباراة في جدول الترتيب المجموعة التانية سيراميقة 36 نقطة والدخلية 34 نقطة بترجت 33 أيضا سراع سلاسي متبكي ثلاث مطشات ثلاث مطشات ضرب نار في مجموعات القسم الثاني الكل بيسعى لي نيل بطاقة العبور إلى الدوري الممتاز دوري الشهرة والأضواء الموسم القادم في عندنا قضية كنا أثرناها خلال بداية حلقاتنا في نبض الملاعب وده امفراض لنا مهم جدا جدا منشية البكاري ومركز شباب إمبابا وحدوتة كبيرة ومعانا مستند زي ما بيقولوا هيقصر الدنيا منشية البكاري وإمبابا طبعا في بداية الموضوع منشية البكاري قدمت احتجاج في لعب مزور في فريق مركز شباب إمبابا الموضوع ده من شهر ثلاثة اللي فات يعني حوالي بنتكلم في سبع شهور قدم شكوى واحتجاج لمنطقة الجيزة منطقة الجيزة فضلت تدرس الموضوع لحد كورونا وبعد كورونا وقفنا فترة كبيرة بعد إعادة فتح التحقيقات بدأت التحقيقات في منطقة الجيزة مع المستشار القانوني ولجنة اللي بحثت فيه الأمر وبعد التحقيقات طلع قرار وده المفاجأة القرار لما طلع طلع أحقية نادي أو مركز شباب منشية البكاري في العبور إلى دورة التركي وازاي بقى قالوا في حيثيات القرار واللي هو معانا على الشاشة والأول مرة يظهر هذه الورقة دي أول مرة تظهر والورقة دي في ملفات اتحاد القرى ووصلت لنا وممكن يكون مركز شباب مبابا أو منطقة الجيزة ما تعرفش إن القرار ده معانا وبحاوزتنا القرار ده اللي طلع أو ملخصه غرامة مالية على مبابا 5000 جنيه غرامة مالية على الإداري 2000 جنيه غرامة مالية على المدير الفني 2000 جنيه ومخطبة الاتحاد المصنري بشأن توصيات اللجنة وكبول احتجاج منشئة البكاري في تزوير هذا اللاعب طب ليه القرار لحد دلوقتي ما تمش حسمه ليه القرار لحد دلوقتي في ملفات الاتحاد والتحاد القرى واللجنة الخماسية لم يعلن عن هذا القرار اتعامل تحقيقات داخل اتحاد القرى مع اللاعب المزور واللاعب المزور خضع للتحقيقات وإن بابا قدمت طعن أو تزوير برضو احتجاج في لاعب من منشئة البكاري ولاعب منشئة البكاري ايضا خضع ليه هذه التحقيقات طيب وكل التحقيقات كانت ماشية في مصار خلاص اللاعب خلاص تم اعتماد تزويره طيب فين فين القرار احنا احنا ما طلعش اي قرار ما طلعش اي قرار لحد دلوقتي من اتحاد القرى المصري يقول اعتمدنا هذا القرار المفاجأة بقى اللي انا عايز اقولها لكم مركز شباب مبابا الكامل احترام لجماهير مبابا ومركز شباب مبابا ولكن ده اللي احنا كنا بنقول عليه بقى تضارب المصالح اللي اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت ما ينفعش رئيس لجنة مسابقات داخل قسم الرابع هو ايضا رئيس مركز شباب مبابا الكافتن الجميل المحترم ولكن احنا الهدف مش شخصي ولكن الموضوع ما ينفعش رئيس لجنة مسابقات هو نفسه اللي عنده المشكلة هو رئيس مركز شباب مبابا يعني فهل تأجيل القرار هل تأجيل القرار بسبب هذا المنصب هل اتحاد القرى عامل خاطر لهذا طيب الموضوع ده حصل من 3 سنين ايضا منشئة البكاري معه بين الصريات ونفس الموضوع هنا الموضوع مش في الاطار القانوني يعني اتقدم احتجاج منشئة البكاري لمنطقة الجيزة منطقة الجيزة اعطت قرارها هنا المنطق هنا مش اتحاد القرى انت لو عندك اعتراض على قرارات منطقة الجيزة بتروح تعمل التعن في الاتحاد لكن منطقة الجيزة عملت اعتبار لوجود الشخصية الجميلة وحولت الملف الاتحاد القرى بعد اتخاذ القرار وحطوا بند في الاخر ومخطبة اتحاد القرى المصري وعطاقوا توصيات اللجنة انت مفروض انت منطقة الجيزة تدي القرار اللي عليه الطعن مركز شبابين بابا من حقه من حقه جدا يروح اتحاد القرى انا بطعا على قرار منطقة الجيزة قرار منطقة الجيزة ما طلعش لكن قرار منطقة الجيزة طلع في الخفاء ودخل في ملف اتحاد القرى المصري هل بقى ده القرار اللي دخل ملف اتحاد القرى يعني ده القرار اللي اللجنة مضت عليه هو ده اللي راح اتحاد الكرة هو ده اللغز اللي احنا هنتابعه خلال الايام القادمة موضوع مهم جدا كلمت عن تضرب المصارح في كل الاندية يا جماعة ماينفعش مسؤول بيدير نادي يكون هو ايضا مسؤول داخل منظومة هي اللي بتدير المسابقة نروح بسرعة بقى نشوف نتائج مجموعة بحري مع زملنا الجميل والمعلق الموهوب محمود الزهبي بنرحب بك يا محمود طيب نحاول نرجع تاني لمحمود الزهبي هو النهاردة ايه مشحونة المباريات والسخونة فاتمنى خلال الفترة القادمة موضوع تضرب المصارح ده اللي احنا اتكلمنا فيه لازم يكون ليه حل جزري جدا 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 فيه حاجة عايزين تتكلم فيها برضو من الحاجات اللي برضو استشعارت ناس كدير اوي يرجع طيب محمود رجع لنا محمود ازاها بيه المعلق الجميل الموهوب وقلنا اخبار نتائج مجموعة بحري المجموعة صاحبة المنافسة الشرسة جدا في دوري القسم الثاني اهلا بحضرتك كبتن احمد تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل فريق اعمل برنامج نبض الملاعب انتهت منذ قليل فعاليات الاسبوع رقم عشرين لدوري القسم الثاني مجموعة بحري تفضل يا محمود مجموعة بحري والاسكندرية بتغير طفيف في ايوه احنا سمعينك محمود تفضل بتغير طفيف في مراكز المقدمة وان كان وضع منطقة الوسط ومنطقة صراع الغبوط يبقى كما هو في دربي محافظة الغربية والذي اقيم على ملعب نادي طنطة الرياضي بقيادة تحكمية من الدولي محمود البناء استطاع ابناء خالد عيد غزل المحلة من تحقيق نتيجة كبيرة جدا على فريق البلدية ابناء رمضان السيد بيه السلسية نظيفة مقابل لاشي في جيئة 21 وعكس سير اللقاء ينجح المدافع محمد صبح الله من بروكنية من جهة اليمين بيطلع لها على طول من اعلى نقطة ويحرز الهدف الاول لغزل المحلة في الشوق تاني كابتن خالد عيد لقى الدفاع منطقة وكانت تغييراته كلها بتدل على هذا معتمدا على الهجمات المرتدة وكان له ما اراد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب ببضل المقدر بست دقائق بيطلع يحيى خالد بوحدة كده راكلة حرة مباشرة على قوس التمنتاشر راكلة حرة جير مباشرة يلمسها دميلو ويصوب على يمين حارس البلدية معلنة الهدف التاني وهدف الثلاث نقاط واجلى الثلاث نقاط لغزل المحلة هذا الموسم ربما تكون اه ويكون نتيجة هذا الدربي هي المؤثرة وهي الفاصلة والحاسمة لصعود غزل المحلة من جديد فارقوا يا حودة فارقوا يا محمود المجموعة وجاءت نتيجة بقى الرجاء وفارقوا على ملعب مركز شباب مطروح في صالح غزل المحلة حيث استطاع فريق الرجاء ان يتعاجل سلبيا مع فارقوا ليرتفع رصيد فارقوا الى النقطة رقم تسعة وثلاثين في المركز التاني ويرتفع رصيد الرجاء الى النقطة رقم تمانية وعشرين بعد كده بيالة والحمام واحد صفر الحمام ابو ايروت كيرنص صفر لومبي والملاية واحد صفر لومبي المنصورة وده منهور واحد واحد في لقاء المنطقة الدافئة لقاء الاسبوع القادم هو لقاء غزل المحلة مع بيال على استاذ غزل المحلة اعتقد ان الفول دي هيحسن بنسبة تسعة وتتعين وتسعة من عشر صعود غزل المحلة من جديد الى دوري الاضواء والشوار تقرير وافي وشامل من الموهوب محمود الزهبي ونشوفك الاسبوع القادم وتحليل شامل ايضا لمجموعة السخنة مجموعة بحري شكرا يا محمود عندنا مرسلين ومعلقين يستهلوا كل الدعم ياريت نجدد ويبقى فيه عندنا مرسلين جدد على القنوات ونشوفهم على القنوات الايكلاس وكل القنوات الكبيرة وعندنا معلقين فعلا يستهلوا ويستحقوا نكونوا موجودين على الساحة مجموعة بحري مجموعة ولا اروع مجموعة كلها سخونة قبل ما نطلع ليه انسيرتات ونسيبكم قبل ما نطلع للانسيرتات اللي هنختم بيها حلقتنا يورجين كلوب بزعلان ان فريق ليفربول طلع من كأس رابطة الاتحاد طب ما انت اللي عملت في نفسك كده لعبتي بتشكيلة لا ترتقي الى فريق ليفربول وكان الموضوع متاح لكن مدير فني ارسنال كان له البصمة الواضحة خلى فرقته في الشروط التاني ودفع بالقوة الضربة وحصل على التأهل وليفربول كالعادة بيخرج من كأس رابطة الابطال رابطة الدوري الانجليزي خلصت حلقتنا بسرعة وقبل ما نختم معاكم يعني هنشكر فريق العمل الكبير ومدير التحليل يارى دايم شريف خطاب المنصق العام أحمد عصران في الإعداد محمد قعود اللي بيمدنا كتير جدا بيقى الجداول اللي احنا بنشوفه هنروح لإنسرت لدورة في قفر العربية الشرقية اللي بيديرها تنظيميا الكابتن الجميل محمد علوان عايزين هنروح ونشوف الإنسرتات وبإذن الله نشوفكم الحلقة الجاية